بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم تبعا شدادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبعابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حبيما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كرابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نجيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لعوا ولا كرابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينه والرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أجلمه الرحمن وطال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنبرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنادعات غرطا والناكطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرضودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالتاهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مساعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان أو ساها إما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عتية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يذريك لعله يذكى أو يذكى فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صفف مكرمة مرفوة مطهرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأطبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يطعب ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وقبا وزيسونا ونخلا وحدائف غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعت والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفث إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرس مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفك المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار هجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الكجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمصففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الخجار لفي في الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرطوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيط مخسوم ختامه مخ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومساجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يترامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يصعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كرحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء رهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى ثعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بطيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق نتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا كرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ويممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبادئ ويعيد وهو الغفور الودور ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم وحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول تصل وما هو بالهزم إنهم يتيبون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجحر وما يخفى وننسرك للجسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكى من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموتى بسم الله الرحمن الرحيم ألأتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرن مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتار الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوط عذاب إن ربك لبالمغصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا بكت الأرض ذكا ذكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك ثمانا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقوا اتحمى العقبة وما أذراك ما العقبة فادك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤطرة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد أخرب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ما قتل الله وتخياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيتم لشثا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلرى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيدنبها الأدقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء ويئه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجبك ضالا فهدى ووجبك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نسبح لك صدرك ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانطب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنفان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقيم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نابيه سندعو الزبانية كلا لا تطعه وافجد وقتربه بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ومفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صففا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قالدين فيها أولئك هم شر برية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض ذلزالها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تهدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليعوا أعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضرحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في الكبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك من القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى ترتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جواه وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطر في جيدها حبل من مثله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما حلق ومن شر راسف إذا وقب ومن شر نفاتات في العقب ومن شر حاسب إذا حسب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك ما في إله الناس من شر الوسوات الخنات الذي يوسمس في صدور الناس من الجنة والناس طلق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر